موسيقى قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ووزير وصحة نتسان نهروفيتس عدم تمديد استخدام تعقب جهاز الأمن العام الشباك مصابي كورونا التي انتهت مع انتصاف ليلة الخميس الجمعة وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات المؤكد بمتحور أوميكرون في البلاد ارتفع إلى سبع حالات منهم أربع حالات لغير المتطاعمين الذين عادوا من خارج البلاد مؤخرا هذا وأظهرت معطيات وزارة الصحة تسجيل ما يقارب من 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة كما بلغ عدد الحالات الخطيرة 112 حالة بينهم 66 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر شكرا